دولار اليوم في جميع البنوك المصرية طبعا كلنا شفنا النهاردة الصبح كان في ارتفاع طفيف مش كبير قوي كنا قفلين الامبارح على 29.50 في نهاية التعاملات والنهاردة بدأنا على 29.55 بعد كده 29.60 ودلوقتي هنشوف في نص تعاملات اليوم أو في منتصف التعاملات أو في نهايتها وصل لكام بعد التراجع الكبير في سعر الدولار 25 فنك في منتصف تعاملات اليوم تخفض سعر الدولار وفيه استقرار بسيط بس لسهنشوف مع بعض دلوقتي ايه انخفض سعر الدولار في مصر خلال متصف تعاملات اليوم في 25 بنك في مصر ومن هذه البنوك الاهلي والمصري وبنك مصر والتجاري الدولي وقناة السويس وبنك فيصل والكويت الوطني والاستثمار العربي وكريدي اجري كل مصر وقدر الوطني والامارات دبي الوطني والاسكندرية والاهلي المتحد والاتش اس بي سي توفر الاسبوع لمتابعيها مع عرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لثورها في مختلف المحافظات والمجالات اولا سعر الدولار اليوم وصل اعرى سعر للشراء عند 29.61 في بنك بوزابي وانخفض اقل سعر لشراء الدولار 29.40 جنيه في بنوك مصر وفيصل وقناة السويس وتراجع السعر مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني 5 للشراء والبيع وهبط السعر مقابل الجنيه في بنك الاستثمار العربي 6 قروش للشراء وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصرف ابو زابي الاسلامي والاستثمار العربي نحو 29.61 للشراء و29.65 للبيع وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك الكويت الوطني نحو 29.60 للشراء 29.70 للبيع وفي البنك المركزي سجل فيه البنك المركزي نحو 29.56 للشراء و29.65 للبيع وفيه البنوك الاخرى زي قناة السويس الامارات دبي الوطني بنك بلوم مصر وابو زابي التجاري والمصرف المتحد وحس بي سي ويفصل الاسلامي والمصر لتنمية الصادرات نحو 29.55 للشراء 29.65 للبيع وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك التجاري الدولي سي إي بي نحو 29.51 للشراء 29.61 للبيع وسجلت اسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك مصر الاهلي والتنمية الصناعية 29.50 للشراء 29.55 للبيع مبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك المصر في العربي الدولي نحو 29.50 للشراء 29.60 للبيع وأفضل سعر الشراء الدولار تقدم بنوك أبو زبي تقدم بنوك أبو زبي الإسلامي والاستثمار العربي على سعر شراء الدولار اليوم الاثنين مسجلا 29.61 للشراء وأصدر بنك الأهلي وبنك مصر الأربع الماضي شهادة الدخارية مدتها عام واحد بفايدة 25% تصرف نهاية المد أو فايدة 22.5% تصرف شهريا وذلك بعد أن رفع البنك المركزي لمصر سعر الفايدة بمعدل 300 نقطة أو 3% على الإدعاء والإقراض في آخر اجتماع للأكنة السياسية للنقدية في عام 2022 وفي منتصف الشهر الجاري زي ما حضراتكم الماضي زي ما حضراتكم عارفين اللي هو ديسمبر رفع الاحتياط الفدرال الأمريكي أسعار الفايدة بمعدل 500 نقطة أساس ما يصل إلى 4 وربع وربع ونص بالمية وذلك للمرة الرابعة على التوالي وأزهر التوقعات مجلس الاحتياط الفدرالي أن سعر الفايدة الرئيسي للبنك قد يتعدى 500% أو 500 نقطة سنويا من الآن طبعا إحنا قلنا لحضراتكم كتير أن الموضوع مرتبط بالعرض والطلب وطبعا إحنا لسه زي ما إحنا المطلوب أكتر بكتير من العرض هنشوف ارتفاع وفي ارتفاع دلوقتي الـ 2% أو الـ 20 قرش أو الـ 30 قرش اللي بنلاقيه من برح كنا قفلين على 90-50 والنهار ده على 29-50 والنهار ده ممكن تقفل على 29-65 في نهاية التعاملات معنى كده أنه في ارتفاع أيوة في ارتفاع ممكن يكون في ارتفاع في الفترة اللي جاية للأسف أيوة ممكن يكون في ارتفاع في الفترة اللي جاية هو ده سعر الصار في المرن بتلاقي كل يوم اختلاف وبتلاقي ما تعرفش بالزبط قدرته تصبط السار على إيه بس هو بصراحة دلوقتي فعلا ما بقاش فيه سوء سودة الدنيا الرابط من بعضها كتير كتير ما بقاش فيه تضارب كتير في الأسعار بقى فيه سبات شوية وبقى إنا عارفين إحنا وقفين عندي فين ما قصرش حاجز الثلاثين وإن شاء الله ما يقصروش في الفترة اللي جاية هنشوف مع حضراتكم وهنتابع يوم بيوم كل حاجة أنا بحب أقدم بحضراتكم في نهاية اليوم علشان نعرف في نهاية اليوم وإيه في التداول عندكام نهايتنا دلوقتي 29.65 في المتوسط دائما البنوك الإسلامية بتبقى أعلى شوية أتمنى يكون الفيديو النهاردة كان مفيد بالنسبة لحضراتكم أشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد فأمان الله